إنه يتحدث كما نتحدث قصفاً لدنباست منطقة تسيطر عليها الانفصاليين وأيضاً تم شن هجمات سيبرانية على أوكرانيا وأيضاً إدعاءات ليس لها أساس بأن أوكرانيا على وشك غزو روسيا لكن بدون أي أدلة إضافية شاهدنا أمام أنظار العالم تشكيل جمهوريتين يدعى أنهم وبالتالي فإن السيادة الأوكرانية انتهكت وهذه الحرب شنت وخلال لحظات بدأت الصواريخ وبعدها الغارات الجوية ثم دخلت الدبابات وقد كنا شففين مع العالم وعارضنا كل شيء عن الخطط الروسية والهجمات السيبرانية كي لا يكون هناك أي إرباك أو تغطية لما يعفعله بوتين بوتين هو المعتدي بوتين هو الذي اختار هذه الحرب والآن هو وبلدي سيدفعون الثمن أنا اليوم سأخول بتفرض عقوبات إضافية قاسية فلا يمكن أن يتم تصدير أو استيراد أي مواد أو سلة تحمل اسم الولايات المتحدة وبالتالي هذا ورد أن أكون واضحاً أن الولايات المتحدة لا تقوم بهذه الخطوة بمفردها بل كنا نبني تحالفاً من الشركاء يمثلوا أكثر من نصف اقتصاد العالم 27 عضو من الاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا وكي وقفوا معنا وتحدثت مع مجموعة السبعة هذا الصباح واتفقنا بشكل تام أننا سنوقف قدرة روسيا بقيام بأعمالها بالدولار الأمريكي واليون واليون وسنوقف قدرتهم في تمويل العسكرة الروسية وعدم تمكنهم أيضاً في المنافسة وشهدنا آثار تنعكس على الروبل الروسي اليوم أصبح بأضعف أسعاره في التاريخ السوق المالي الروسي انهار و بخمسين بالمئة انخفضت واليوم بالعقوبات على البنوكة الروسية ستجمد 1.3 تريليون من الأصول وهذا يشمل أيضاً الثلث الأصول الروسية في المصرفية ونغلق أيضاً أربع بنوك رئيسية وهذا يعني أي أصول لهم في أمريكا سيتم تجميدها وأيضاً بانك بي تي في الذي فيه 250 مليار دولار من الأصول وكما وعدنا فإننا نضف أسماء على القائمة من النخبة وأفراد أسرة بوتين وغيرهم هؤلاء الأشخاص الذين اكتسبوا واستربحوا من السياسات الروسية ويجب أن يشاطر الرئاسة في الألم الذي سيصيبهم في الأيام القادمة يوم الثلاثة أوقفنا قدرتهم على جمع المال من المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين والآن سننفذ نفس الشيء على الشركات ذات أصول تتجاوز 1.4 تريليون دولار وهذه النتائج سنراها مع الوقت عندما نعصر هذا الاقتصاد وأيضا نشدد على قدرتهم في تطوير التكنولوجيا وهذه الإجراءات مع حلفائنا وأصدقائنا وسركائنا ستنعكس على اقتصادي روسيا وستشكل ضربة قاضية على تطوير وأيضا برنامج الفضائي وسيعجزهم عن بناء السفن التي تساعدهم في التطور وستكون عقبة أمام طموحاتهم المستقبلية إضافة إلى العقوبات الاقتصادية سيكون هناك خطوات للدفاع عن حلفائنا في النيتو خاصة في الشرق يوم الغد سيكون هناك قمة للنيتو لنجمع 30 دولة متحدة في شراكة وثيقة لنؤكد لهم تضامننا معهم ولرسم الخطوات التالية التي سنتخذها من أجل تعزيز كل جوانب التحالف التحالف النيتو وسنقدم 650 مليون دولار لأوكرانيا كانت في هذا العام وقواتنا وقواتنا ليست ولن تشترك بالقتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا ولن تتوجه إلى أوروبا من أجل الحرب بل هي لدعم أصدقائنا وحلفائنا في الشرق وكما قلت فإن الولايات المتحدة ستدافع عن كل إنش من الأراضي التابعة لدول النيتو أصبح أكثر اتحادا وأكثر عزما وحز وما من شك أن كل الدول ستكون وفقا للبند الخامس الذي يقول أن هجوم على دولة يعني الهجوم على كل الدول في هذا التحالف ألمانيا وبولندا أكد موقفهما وكان هناك قوات جوية تم تحريكها إلى إستونيا لاتويا وبولندا ورومانيا تم تحريك قواتنا إلى تلك المناطق لكي تكون مستعدة وحلفائنا الآخرين أيضا نضع بين يديهم قدراتنا العسكرية وخلال الساعات التي شنت فيها روسيا هجماتها تم وضع خطة استجابة للنيتو وقوات الاستعداد المستعدة هي لتتحرك إلى أي مكان يحتاجونه ويمكن نشر قوات إلى ألمانيا وبعض القواعد الجوية الموجودة في حالة التأهب منذ أسبوع وتحدثت إلى وزير الدفاع أوستن والجنرال ميلي حول الإعدادات لمزيد من التحركات إن كان هناك ضرورة لدفاع عن حلفائنا في النيتو وأهم تحالف في تاريخ العالم نحن نحن نستخدم كل الأدوات لحماية الشركات والمدنيين من ارتفاع أسعار النفط والغاز فهذه اللحظة يجب تستغل لرفع أسعار الغاز من أجل التربح وبالتالي لابد من استمرار في مراقبة واردات الطاقة ضد أي تعطيل ونتعاون مع الدول المنتجة للنفط لضمان الإمداد بشكل متواصل وعدم التعطيل وأيضا هناك دول يديها احتياطيات وسا يتم إطلاق المزيد من الكميات عندما يتأزم الوضع أعرف أن الوضع صعب أنا أحاول أن أبدل كل الجهود لتخفيف الألم عن الشعب الأمريكي لكن هذا الاعتداء لا يمكن أن يمضي دون رد فإن تبعات ذلك ستكون أسوأ بكثير نحن نقف أمام المنمرين ونقف من أجل الحرية هذه هي هويتنا وكذلك التحذير الذي وجهته الأسبوع الماضي إن قامت روسيا بهجمات سبرانية على شركاتنا فنحن مستعدين للرد وعلى مدى أشهر عملنا عن كثب مع شركات القطاع الخاص لتعزيز دفاعاتنا السبرانية وتحدثت ليلة أمس مع رئيس سيلنسكي الأوكراني وطمنته أن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في أوروبا سيدعمون الشعب الأوكراني وهم يدافعون عن بلدهم وسنقدم لهم الإغاثة الإنسانية لتخفيف المعاناة وفي الأويام الأولى من هذا النزاع ستحاول روسيا أن تخفي الحقيقة وتدعي النجاح في عملياتها العسكرية لكن التاريخ أكد لنا أن المكتسبات السريعة على الأرض يمكن أن تنتهي سريعا وتقابل بأسيان مدني والأسبوع القادمة والأشهر سنقف مع الشعب الأوكراني والشعب الأوكراني يعرف أنه 30 عام من الاستقلال بيّنوا أنهم لن يقبلوا أي طرف يحاول أن يستأخذ منهم بلدهم هذه لحظة خطيرة لكل أوروبا وله الحرية في كل أنحاء العالم فبوتين ارتكب اعتداء أن يهدد مبادئ السلام العالمي والآن العالم بأكمله يرى بوضوح أن بوتين والكريملين كل ما يهمهم ليس الأمن بل الاعتداء ورغبة بوتين باستعادة الإمبراطورية بكل الوسائل الممكنة ودفع الدول الجوار الروسي للفساد وتغيير الوضع بالقوة وبالنهاية اختيار شن حرب دون سبب وهذا سيحدد مستقبر العالم كيف يمكن للأمم أن تستنتزع ما تريد بالحروب فهذا فيه انتهاك لمبادئ العالمية الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها سنخرج كلنا من هذه الأزمة بقوة أكبر وحزم ومناعة ضد أي تصرفات روسيا بوتين سيقف أمام المنصات العالمية واضحا وهذا الاعتداء سيشهد له العالم والتاريخ سيشهد أن هذا خيار لبوتين أن يقوم بشن هذه الحرب غير المبررة على أوكرانيا وستجعل روسيا أضعف والعالم كله أقوى في الحرية والكرامة والديمقراطية لا يمكن أن يقضي عليها طواغية كبوتين وأمتاله ولا يمكن أن تمارس عبر التهديد بل هناك تنافس بين الديمقراطية والحكم بالطغيان وندعو الله أن يحمي أوكرانيا وشعبها وقواتنا ردنا على سؤال من الاسوشيات برس هل تحدثت مع الرئيس بوتين هل لدي خطط لتحدث مع بوتين في هذه المرحلة وكيف يمكن أن توقف هذه الحرب من أن تتطور إلى حرب أكبر نحن وقدمنا كل القوات اللازمة للمنطقة الشرقية في حلفاء ناتو لنمنع اندلاعها لتصل إلى دول الجوار صحيفة الول سريت سيد الرئيس لم تذكر سوفت في العقوبات لماذا لا تقوم أمريكا بذلك هل هناك اختلاف بين الدول التحالف حول هذه المسألة العقوبات التي نقترحها على البنوك ستكون أكثر أثرا من السوفت هذا أولا ثانيا هناك هذا الخيار مطروح لكنه هذا ليس الموقف الذي تتخذه أوروبا حاليا سيسيليا من ABC العقوبات لم ترضع بوتين ماذا سيوقفه وكيف يمكن لهذا أن ينتهي وهل تراه يمكن أن يصل إلى خارج أوكرانيا والتصريح الذي خرج به ليلة أمس والتهديد للغرب هل يهدد بهجمات نووية ليس لدي فكرة عن تهديداته لكنني أرى ماذا فعل هذا أولا والثانيا لم يتوقع أحد من هذه العقوبات أن توقف حدوث أي شيء بل ستستغرق وقتا في أطارها وسيكون لها النتائج وهو يعرف النتائج والشعب الروسي سيدرك ماذا جلب لهم هذا الرئيس هذا سيستغرق وقتا ولن يقف ومذعورا ويقول أنني لن أصمد أمام هذه العقوبات بل هي بحاجة للوقت وسوف نفرض هذا الثمن الباهض عليه هل تراه يتجاوز حدود أوكرانيا نعم موضوعين الأسواق تراجعت وأسعار الغاز ارتفعت هناك دائما فرق بين الول ستريت والشارع العام أو الأثر على الشعب كيف يمكن أن يكون هذا الأثر مؤذي للشعب وليس للقطاعات التجارية أولا ما من شك أنه عندما تكون دولة بصمة نفطية كبيرة كروسيا هذا سيؤثر على قطط النفط والنقطة الثانية هي أن الحرب لا نعرف أنها ستستمر لفترة طويلة لكن هناك عقوبات ستفرض على روسيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لفترة طويلة